السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تمنىكم بخير أعزائي يومكم سعيد ويومكم طيب إن شاء الله هذه السلسلة الجديدة التي سنستهلها خلال شهر رمضان بإذن الله نتحدث فيها عن أحاديث للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام أخرج الترمذي في سننه من حيث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربح قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت الثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك وفي رواية إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك فهذا الحديث أشكل معناه على كبار العلماء قبل عامة الناس فما معنى أجعل لك صلاتي كلها وإذا كان الصلاة بمعنى الدعاء فكيف يكون الدعاء كله للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يريد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تحقيق المنفع لنفسه فقط بأن يكون الدعاء كله له ولهذا اهتم مع علماء الحديث فبحثوا في أسانيده وطرقه أولا فالقاعدة تقتضي أن تثبت أن تثبت العرش أولا ثم تنقش بعد ذلك وقد حسنوا الحديث بمجموع طرقه وقال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وأما من حيث المعنى فاتفقوا على دلالته على فضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعظيم الثواب المترتب عليها فمقصود السائل يا رسول الله إني لي دعاء أدعو به وأستجلب به الخير وأستدفع به الشر فكم أجعل لك من الدعاء قال ما شئت فلما انتهى إلى قوله أجعل الركى صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك أما إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأخرتك وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب الخيرات ودفع المذرات قال ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 77 وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي ابن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه فقال إنزئت فهو خير لك فقال له النصف فقال إنزئت فهو خير لك إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك قال إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بها عشرا ومن صلى عليه كفاه همه وغفر له ذنبه فأي فوائد أعظم من هذه الفوائد ومتى يظفر المتعبد بمثلها فضلا عن أنفسي منها فمن شغله في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ففي الحقيقة لم يفت بذلك الصرف شيء على المصلي بل حصل له بتعرضه بذلك الثناء الأعظم أفضل ما كان يدعو به لنفسه وحصل له مع ذلك صلاة الله وملائكته عليه عشرا أو سبعين أو ألفا كما جاء بذلك روايات مع من ضم لذلك من الثواب الذي لا يوازيه ثواب فمعنى ما سبق أن أن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي تشريف من الله وزيادة تكرمى وعلى من دون النبي رحمة وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صورة الأحزاب الآية 56 وقد روى إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن أنه كتب أن عمر بن عبد العزيزي كتب أما بعد فإن ناسا من الناس التمسوا عمل الدنيا بعمل الآخرة وإن ناسا من القصاص أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي فإذا جاء ككتابي هذا فأمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعائهم للمسلمين ويدعوا على ما سوى ذلك ثم أخرج عن ابن عباس بإسناد صحيح قال لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار وذكر أبو ذر أن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثانية من الهجرة وقيل من ليلة الإسراء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك